موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدينا صباح مليء بالإيجابية والسعادة صباح نحقق فيه هدافنا في يوم جديد وبداية جديدة فحياكم المشاهدينا في هذه الحلقة من برنامجكم برنامج صباح الشرقية نتمنى أن أكون خير رفيقة لكم في هذه الحلقة وهذه الساعة اللي بترافقون فيها وبداية أصبح على زميل خالد اللي برافقني إن شاء الله طوال هذه الحلقة وصباحك سعادة خالد صباح الخير عايشة وخير صباح مليء بإذن الله بصحبة مشاهدينا ومشاهدي صباح الشرقية أكيد نصبح عليكم بصباح الأمل والتفاؤل بكل ما هو خير نطرح لكم موضوعات وفقرات مميزة وأول ما نستهل به طبع حاقتنا لليوم بأهم العناوين جولة أسبوعية في سوق الخضار والفاكهة بمدينة خورفكان اهتمام حضانات إمارة الشارقة بالطفل التصوير فن اللقطة وإبداع التفاصيل إذن مشاهدينا ومتابعينا هذه كانت أبرز عناوين حلقتنا اليوم هذا بالإضافة الكثير من الجولات السياحية والفقرات والتقارير فنتمنى لكم ساعة من المتعة والفائدة برفقتنا بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا اليوم نود أن نذكركم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وجميع حلقات قناة الشرقية من كلباء وأيضا جميع برامج القنوات التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر تطبيق مرايا ما عليكم إلا أنكم تحملون التطبيق اللي هو مرايا أو تقومون بمسح الرمز الظاهر الآن أسفل الشاشة وسيظهر تباعا طوال هذه الحلقة وتستمتعون وتستفيدون من جميع الحلقات سواء كانت المباشرة أو حتى المسجلة إذا مشاهدينا بعد ما تعرفنا على تطبيق مرايا نأخذكم في جولة سريعة لأهم الأخبار في صحفنا المحلية لليوم ونبدأها من صحيفة الخليج سلطان سأحول الشارقة إلى جنة أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن كاسر شاطئ كلباء يوفر حماية صناعية للأسماك من براثن الكائنات المفترسة والأعاصير ويجعلها تتكاثر بسلام وذلك لتميزه بفتحات بطول 200 متر وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن الأعاصير والأمواج التي أتت لا يصل إلى السطح منها إلا القليل وسوف تنكسر بسبب وجود الكاسر أوضح سموه قائلا كمية الأسماك التي ستكون موجودة من منطقة الكاسر إلى الشاطئ لا تحصى ولا تعد لأن الأحياء المائية نبتت على الكاسر والأسماك سوف تختبأ بين الشعب المرجانية هربا من الأسماك المفترسة وأسماك القاع كالهامور كلها تختبأ بين الشعب وفي هذه المنطقة لدينا أكبر مرعى للأسماك ونحن لا ننتظر الطبيعة التي تزرع لنا بل نحن نقوم بالزراعة منوها سموه بالزراعة ما يقارب مليون شعب حتى الآن نعم وخبرنا الثاني أيضا من صحيفة الخليج خصم 50% على رسوم تصديق العقود الإيجارية المتأخرة بالشارقة تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الآلة حاكم الشارقة أصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن منح خصم 50% على رسوم تصديق العقود الإيجارية المتأخرة في إمارة الشارقة وذلك حتى نهاية العام الجاري جاء ذلك في ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس الثلاثاء اجتماع المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وبحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية في متابعة سير العمل الحكومي ومناقشة السياسات العامة لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة وناقش المجلس تقرير جهود دائرة التنمية الاقتصادية لدعم القطاع الاقتصادي والصناعي وتطويره بالتعاون مع مختلف الجهات وتضمن تقرير المبادرات والأنشطة التي نفذتها الدائرة كإنشاء اللجان الداعمة والمنظمة للوضع الاقتصادي والمشاركة في اللجان الاتحادية والمحلية ذات العلاقة باختصاصات الدائرة أكيد خالد ومن مكرومات إمارة الشارقة ننتقل إلى بلدية الشارقة وهذا الخبر من صحيفة الخليج بلدية الشارقة إخضاع 2440 موقفا للرسوم منذ بداية العام أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع 2440 موقفا للرسوم منذ بداية العام الجاري تماشيا مع جهودها المستمرة في توفير خدمة المواقف العامة للقاطنين والزوار بمختلف مناطق المدينة في ظل الطفرة النوعية العمرانية والسكانية التي تشهدها إمارة الشارقة وباعتبارها بأمثالية لرفاهية العيش والاستثمار ووجهة سياحية فريدة أكد حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة في البلدية أن العدد الإجمالي للمواقف العامة في مدينة الشارقة نحو 57 ألف موقف خاضع للرسوم تحظى بمتابعة البلدية وإشرافها من خلال التفتيش الدوري والمستمر في ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء حيث تقوم فرق التفتيش برصد أي التجاوزات وحرصا منها على عدم إساءة استخدام هذه المواقف وحيث أفاد أن المواقف العامة تعزز من المظهر الحضاري للإمارة والوجه الجمالي لكل منطقة لأنها تسهم في وقوف المركبات بطريقة نظامية وأشار مدير إدارة المواقف العامة إلى أن البلدية أغلقت منذ بداية العام الجاري 53 ساحة ترابية مشوهة للمنظر العام في عدد من المناطق التي تتوفر فيها مواقف نظامية بعدد كافا نعم مشاهدين أيضا خبرنا الرابع من صحيفة الخليج وخبرنا الأخير استشاري الاتصال في جامعة الشارقة يناقش الخطط التطويرية حيث عقتت كلية الاتصال بجامعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري بحضوري الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ودكتور خالد عمر المدفع رئيس المجلس ورئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس وأكد مدير الجامعة أن كلية الاتصال بجامعة الشارقة ستواصل تطورها في الوسط الإعلامي بفضل التعاون المشترك والدعم من الجهات المحلية والدولية كافة وذلك تزامنا مع احتفالات الجامعة بمرور 25 عاما على تأسيسها متمنيا من المجلس تقديم المقترحات والإرشادات والنصائح التي من شأنها تطوير كلية الاتصال والارتقاء بها للأفضل وكذلك أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس المجلس الاستشاري لكلية الاتصال ورئيس مدينة الشارقة للإعلام شمس على ضرورة تكاتف الجهود الإعلامية والأكاديمية لوضع برامج تأهيلية خاصة لإعداد وتجهيز كفاءات إعلامية قادرة على ممارسة كافة أشكال العمل الإعلامي محليا ودوليا وقدم الدكتور هيرولوجو أوكاندو عميد كلية الاتصال عرضا يوضح به رسالة الكلية وأهدافها لتقديم برامج تعليمية شاملة تتوافق مع أحدث الاتجاهات العالمية صحيح يعني ومن كلية الاتصال وجامعة الشارقة التي توعد من أرقى وأبرز الجامعات على مستوى العالم بحيث أنها منبر ثقافي مميز صرح أكاديمي شامل لجميع التخصصات وأيضا المستجدات والتقنيات العالمية والتكولوجية ننتقل وإياكم مشاهدينا للتعرف على درجات الحرارة وحالة التقص لهذا الصباح في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا وإمارتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ما تعرفنا على أهم درجات الحرارة في مدن دولتنا وإماراتنا الحبيبة مشاهدينا ننتقل بكم إلى الفقرة الأسبوعية في سوق الخضار والفاكهة مع زمينا جاسم المراجدة في خور فكان لنتعرف على الأنواع المتوفرة وسعارها لهذا الأسبوع ولنا عودة شكرا زملائي في الستيديو وصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام لسما عودناكم في كل أسبوع ناخذ إياكم جولة في السوق اليوم متواجدين في سوق الخضار والفاكهة في مدينة خور فكان خلوا نشوف الخضار والفاكهة اللي عندهم لهذا الأسبوع وسعرها السلام عليكم السلام عليكم شو عندك اليوم من خضار فواكه كل شيء موجود ما شاء الله أشوف عندك التفاح الأصفار والأحمر على كم هو التفاح هذا واحد كيلو وخمس دراهم الكيلو على خمس دراهم عندك بقى هنا أشوف البرتقال هذا برتقال أبو سرها نفس الشيء هذا من العصير هذا برتقال سون في عصير وهذا أبو سرها على كم هذا واحد دسن أشرة درهم واحد شو واحد دسن أشرة درهم درزن على عشر درهم واحد دسن أشرة درزن على خمسة عشر عندك بقى شوف هنا الرمان والهمبة هنبا مصري هنبا مصري على كم هذا الكارتون هذا كارتون ثلاثين هذا الصندوق على ثلاثين درهم عندك بقى شوف هنا الرمان هذا كارتون أشرين الكارتون على عشرين هذا الرمان من وين هذا من لإندي رمان هندي الصندوق على 20 ولا الكيلو الكيلو 8 دراهم عندك بعض العنب الأحمر والأخضر أحمر 10 دراهم هذا سيم سيم الأخضر على 10 دراهم والأحمر على 10 دراهم والموز موز 12 دراهم الدرزن الموز على 10 دراهم عندك باعه هنا شوف التفاح الأخضر والكمثرة هذا صاحن صاحن أشر درهم هذه الأشياء اللي فوق كلها الصندوق الصحن على عشر درهم كل النواع الموجودة عندك ما شاء الله الصنطرة والكمثرة والتفاح والكيوي كله أشر درهم ما شاء الله تعال خلنشوف هنا بعد شو عندك تعال هنا محمد عندك هنا جوز الهند جوز الهند على كم هذا لا هذا ريال واحدة بأريالي الحبة على درهمية من وين هذا؟ من الهند عندك بعضنا شوف اليقطين اليقطين عليكم كيلو على خمس درهم عندك بعضنا شوف القرع ما شاء الله شو نوع هذا سيم سيم قرع ثاني نوع اسمه شو اسمه هو قرع لكن اسمه مسمى ثاني عندك هنا القرع على كم الكيلو على خمس درهم عندك بعيدا أرى الشمام هذا موين الشمام شمام شمام إيراني هذا نوعين نوع واحد نفس الشي عندك بعيدا هنا بليان ست درهم الكيلو على ست درهم عندك بعيدا الليمون والزنجبيل زنجبيل على كم زنجبيل هي 7 درهم et 1 kilo زنجبيل كيلو على 7 دراهم عندك بالجب��가 الأصفر والأخضر على كم الأخضر وعلى كم الأصفر أصفر كيلو 6 درهم هذا بيت 7 درهم اسمها الطاحت وعندك هنا الأخضر على كم 7 درهم هذا نش天 الأخضر على 7 درهم والأصفر على 7 درهم وعندك بعد هنا الزهر على كم الزهر على 6 درهم كيلو سبع دراحة الكيلو الزهرة على سبع دراحة شكرا محمد طبعا كانت هذه أسعار مدينة خورفكان ونحن نأخذ الليمون لطاحد ولكم بالكلمة الزبلائي في الستيديو نشكر زميل جاسم مراجدة على هذا التقرير المقدم من سوق الخضار فاكهة من مدينة خورفكان والظهر أنه يجمع الليمون صحي يعني يعطيه العافية جاسم على هذه الفقرة المميزة في الحقيقة بحيث أنه دائما يطلعنا على آخر الأسعار متعلقة بالخضروات والفاكهة إلى جانب الأسماك وتعريفنا بأهم الأسعار والأنواع المتوفرة سواء كانت المستوردة أو حتى المحلية عاشة أنت دائما تروحين سوق الخضار الفاكهة أو المنون في العادة لما نبأ نطلب أحيانا من السيارة لكن في العادة هو الزوج أو حتى المنون يحفظهم لكن الحرمة التي تهتم بتغطية خضار والفاكهة والتزيين لكن الحمد لله أصبحت حتى جمعية شارقة التعاونية يعني أيضا هناك في قسم معين بمكان أيضا السيدة في حال رغبتها أنها بروحها تقوم بشراء السلع وحتى الخضروات والفاكهة وأيضا الأسماك مثل هذه جنبها تختلف أحيانا من مكان لآخره لكن المرأة تفضل السوق على حسب المرأة صحيح وانتقال من سوق الخضروات والفاكهة إلى حضانات إمارة الشرقة التي تهتم بتنمية الطفل وأكسابه المهارات الفكرية والحركية ليصبح طفلا مبدعا بين أقرانه ولتفصيلات الأكثر نتابع التقرير التالي يوم مفعم بالحيوية والنشاط أجواء مميزة تنمي قدرات الأطفال الذينية والحركية بيئة محفزة للطفل تنمي مهاراته وتملأ وقته بما هو نافع الحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم توفر برامج تعليمية وترفيهية متخصصة للأطفال التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم الحسية والإدراكية جهود مبذولة لتوفير جو تعليمي مثالي وترفيهي بالوقت ذاته لمختلف أعمار الأطفال المنتسبين إلى هذه الحضانات إضافة إلى تزويدها بأحدث وسائل الرعاية الصحية والمرافق التعليمية التي تم تدعيمها بأحدث الوسائل والمواد التعليمية من أجل تنمية مواهب الأطفال ومهاراتهم السلوكية وفقا لمراحلهم العمرية يقضي الطفل وقتاً مثالياً في الحضانة فلا يقتصر يومه على الجانب التعليمي فقط بل يخصص وقت للمرح والمتعة مع أقرانه يكتسب مهارات عدة يتناول وجباته مع أصدقائه ويخصص له وقت للنوم جميع ذلك يتم وفقاً لأسس وأنظمة يمضي الطفل فيها يومه بطريقة مثالية يوم الطفل في الحضانات الحكومية يوم مليء باكتساب المهارات المختلفة في حصص دراسية متنوعة تتناسب مع أعمارهم المختلفة فينتهي يومه وهو مزود بالمعارف والعلوم المتنوعة من حفظ بعض السور القرآنية والأذكار اليومية وتعلم المهارات الجديدة بطرق ترفيهية أهلا بكم مشاهدين من جديد طبعاً الحضانات المعارف الشارقة تبدل مجهود كبير في إعداد الأطفال وتنمية المهارات بيئة مثالية لاحتضان الأطفال أنا كان أبنائي أيضاً من تسبيل مثل هذه الحضانات وللآن من الناحية الصحية من الناحية الطبية من الناحية الإشرافية الإدراكية الحركية حضانات إمارة الشارقة ولله الحمد تحظى بجهود كبيرة ومميزة في الحقيقة لإستقل هذا الطفل من جميع النواحي أكيد وننتقل بكم مشاهدينا في فقرة جديدة مع ضيف جديد حيث تعتبر الموهبة سلاح المرء وثمرته من جماليات الحياة أن تكون لدى الإنسان موهبة جميلة يسخرها في تميزه وخدمته وخدمة المجتمع وأيضاً أن تكون عنده عدة مواهب راح يكون عنده السلاح ليدافع به مصاعب الحياة والثمر التي تميزه عن غيره فالتصوير موهبة والإلقاء موهبة والكتابة أيضاً موهبة وغيرها الكثير مما قد يكتشفه الإنسان بالصدفة ويعمل عليها وينميها ويطورها إلى ما لا نهاية ضيفتنا اليوم تميزت بمواهبها الثلاث فهي مصورة محترفة وكاتبة مبدعة ومتحدثة أيضاً متألقة فنرحب بالمبدعة شريفة الحمادي حياة الله ويانا صباحة إبداعي يا شريفة مصورة كاتبة وأيضاً محبة للإلقاء في أي مجال نبداها تصوير الكتابة نبداها من مجال التصوير الكتابة نعم فدائماً ما نستهل حلقتنا أو حتى فقراتنا مع ضيوفنا بالبدايات ومثل ما ذكر خاتف المقدمة يعني أيضاً هذه الموهبة تحتاج إلى اكتشاف إلى تنمية كيف اكتشفت هذه المواهب الثلاث؟ اكتشفت مواهبت هو شيء نبدأ في التصوير نعم اكتشفت التصوير في فترة كورونا لما كان كل حد قاعد في البيت فتكتشف المواهب نطور من مواهبنا فاكتشفت شيء أن بديت أصور في التلفون بعدين بديت شوي شوي أعدل في الصور أتعمق في الموضوع أدخل على اليوتيوب أشوف المصورين المشاهر كيف يعدلون كيف يمنتجون الصور بعدين شوي 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 قاموا الجامعة شوي لما بديت أدخل الجامعة السنة اللي طافت بدأوا يدورون مصورين فشريفة عالي شريفة تبدأ تصور شوي 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 أكيد فيه أخطاء في البداية بس بدأت بدأت لا أضايجني الكومنتات بدأت لا أضايجني التعليقات نعم بدأت أخذها بطريقة إيجابية عادي بالعكس أعدل التصوير أعدل أي شيء مضايج اللي يدامي أعدلها عادي يعني ما قمت أضايج من الأشياء اللي تنقالي نعم جميل أيضا يعني شريفة هي الموهبة أحيانا ما نكتشفها يعني أنا عندي موهبة التصوير أنا عارف أني عندي موهبة التصوير صحيح ممكن من بعض الصدفة اليوم أنت أيضا رحتي الجامعة وسبحان الله نميت الموهبة هذه كل شخص ينمي الموهبة هذه وبعدين ممكن أتي الظروف والفرص اللي تخلينا يستغلها موهبتي هذه أنميها كيف يعني البداية بالتصوير قبتي بدايتي بالتليفون بعدين امتلكت كاميرا نزيل لليت نتعرف على الأساسيات الأساسية للتصوير بما أنت اليوم تعلمتي وبدأت تصويري أول شي قمت أتعلم أن الزوايا جدا مهمة في التصوير وهذا أهم نقطة أهم نقطة الزاوية نعم المصور الشاطر دائما تلاقينا عارف زاويته وين يعني ينقي أحلى زاوية ممكن يطلع فيها الشيء اللي هو قاعد يصبح يعني الزاوية من شو تتكون بالضبط هذه هل فيها مثل منظر ثلاثي الأبعاد أمشي على أبعاد الكاميرا وين يعني الإضاءة وين موجودة أحسن شيء الصوت وين ممكن ألاقي أحسن شيء الزاوية المصور ممكن تطلع كل شيء اللي وراه يعني اللي ممكن يطلع اللي ممكن يطلع لأن قبل لا أكتشف موهبتي كنت أحس بأن الشيء اللي ما يعجبني ممكن أشيلا سوي في المنتاج أشيلا صحيح أكتشفت لا الزاوية جدا مهمة زاوية الكاميرا في أشياء ما يصير تطلع في أشياء لا تطلعينها في أشياء في المنتاج ما تنشال أصلا يعني هي محطوطة طيب ومنكم نستفيد يعني شريفة أيضا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الجميع مننا أو معظمنا يميل إلى التصوير تصوير يومياته تصوير الأطعمة تصوير حياته فلو نتحدث أيضا عن الزاوية الجيدة والمناسبة يعني في حال أنا ذهت مثلا لمطعم معين ما هي الزاوية الصحيحة لأن في بعض الأحيان يعني أنا ألتقت صورة وزميلتي أو أي شخص كان يلتقت صورة لكن أنا أصدم أن صورتي سيئة أو التقاطي للصورة يكون سيئة تشوفي نص الناس اللي يصورون في السوشال ميديا غلطهم الأساسي الإضاءة الإضاءة يعني يعني الحين نشوف على الشاشة أيضا هناك في إضاءة لكن خفيفة لكن أيضا هناك في تلاعب في الصورة من ناحية الإضاءات وغيرها نص اللي في السوشال ميديا يصورون لما تعلمت بديت تعلم التصوير شوي شوي نص الناس اللي في السوشال ميديا أتشوفهم أغلاطهم كلها الإضاءة نادر ما تلاقين حتى زاوية غلط لكن دائما تلاقين يا الإضاءة خفيفة يا الإضاءة قوية فتشل الملامح أصلا يا مثلا الإضاءة من مكان معين ومن مكان ثاني مظلم صحيح وتكون مثل العاكس مثلا للصورة فدائما أقول لهم لما تصورون قسم الزوايا لأربع جميل سووها مربعات هي الكاميرا شي سووها مربعات كل مكان ترى الإضاءة متساوية فيه ولا لا ها من ناحية التصوير بالكاميرا المتعلقة بالتلفون نفس الشي نفس الشي في التلفون أصلا فيه بروحة خاصية هي تقسم التلفون مربعات ترى الإضاءة كل مكان نفس الشي ها أول شي يتأكد من الإضاءة مع أنه يقال التصوير بوسائل التواصل الاجتماعي كالإنستجرام وحتى السناب شات يكون أجمل لما لديهم بالكاميرا بالكاميرا لا أحسن لأن الكاميرا تبرز متخصصة متخصصة بها الشي التلفون متخصص بكذا شيء خاصة نحن لاحظي أن حتى صدارات التلفونات يركزون كلها على الكاميرا صحيح أي شركة تصدر تلفون تركز على الكاميرا نحن نشتري كاميرا اليوم لا نشتريها هاتف بحد ذاته الميزات الموجودة ككاميرا والجودة الموجودة فيها يعني حتى معظم الناس الذين يذهبون لمحل التلفونات يقولون أننا أعطنا تلفون للتصوير أنا أكتشفت أن هناك يضعون تلفون بس حق التصوير جميل هو حق التصوير تبين الصراحة شريفة أيضا نحن يعني لما ينزل مثلا هاتف جديد أول شيء نسأل عنه ممكن الكاميرا الكاميرا أكيد في التلفون أكيد أول شيء الكاميرا هي طواعد أساسية موجودة كوان كاميرا الهاتف أو الكاميرا المختصة بس الكاميرا المختصة ممكن تكون أدق من الكاميرا التلفون يعني للاحق ما فيه تلفون يتب دقة الكاميرا جامل شو اللي يميز اليوم شريفة عن باقي المصورين نعرف اليوم المصورين كل واحد عنده زاوية مثل ما قلتي عندي رؤية معينة في الصورة شو اللي يميز عن الباقي أحاول أبدو عن الإدت تماما تعديل تعديل الصور تماما أحاول أحاول أطلع الصورة نفس ما هي هي تصورة تطلع وهنا ممكن تكمن أيضا شطارة المصور في التصوير لو تسمح لنا الزميل أحمد نعيد الصور لأننا لم نعطيناها حقا من ناحية التعليق بحيث أن نعلق على هذه الصور أماكنها مثل ما ذكرت التأثيرات في حال أنك أيضا مستخدمة تأثيرات نتحدث أيضا عن هذه الجماليات في الصورة بتنعرض إن شاء الله بعد قليل ومثل ما نشوفها الآن على الشاشة ها في إحدى المقاهي الموجودة عندنا شريفة صح؟ نعم مع أن إضاءة ليلية أو إضاءة خافتة هذه الصورة لا يوجد إحدى تماما نعم لا يوجد أي تعديل أي تعديل أو فلتة معين نعم وبالهاتف المتحرك أيضا نعم نعم نحن اعتمدنا بالصورة التي تعتمدين أنت دائما أتوقع على الإضاءة الموجودة وتبرزين الأشياء من خلال الإضاءة الإضاءة هي أهم شيء أصلا يعني هي التي تبرز لك الشيء الذي يدامك نعم لما يوجد إضاءة الشيء يدامك أصلا يعني الناس يجب أن يكون هناك إضاءة مركزة على الشيء نعم هذه الصورة متوزعة الطريقة حلوة نعم هذه الصورة هذه الصورة في خلف أكان استراحة السحب استراحة السحب نعم جميلة التي لاحظت شريفة أن تميلين إلى الإضاءات الخافتة يعني مثل ما نرى الآن إلى الألوان الداكنة صحيح أحب منظر الغروب أكثر شيء يعني يبني في التصوير أكثر شيء نعم فهذه من جماليات أيضا الصور أو حتى التصوير اللي هي المكتبات الموجودة هذه وين الصورة؟ هذه الصورة ما في الإمارات خارج الدولة خارج الدولة نعم طيب شريفة يعني أنا لاحظت بعض الصور فيها كلمات أيضا الكلمات هي ممكن تحتاج مجهود عشان تبرزينها أكيد فعناصر كثيرة في الصورة يعني المصور نفسه يتعب لما يعني يبرزها ويوصلها للإنسان المتلقي والمشاهد حدثينا عن الصعوبات اللي ممكن تواجهنا أثناء التصوير أول شيء أثناء التصوير المكان اللي يكون أنا تقريبا من المصورين اللي لا يعرف يصوروا في مكان في ناس وايد أتوتر وايد طلعينهم يعني تطردينهم يعني لا يعرف أنه لما أصور مكان أحاول قد ما أقدر أن أترى أن الناس يروحون عشان أصور جميل ما أحب الناس للوائد لأن المصور لا يعرف يوقف في مكان ثابت يعني لازم يأخذ الصورة من كذا زاوية وهو بعدين لما يقعد مع نفسه يتشوف أي زاوية عبتة أي زاوية خضاها أي زاوية ها لأنه نادر تلاقي مصور محترف أول ما يدخل مكاني يمركز نفسه يعني صعب يأخذ الشيء من كذا زاوية ويوزع اللضاء على كذا زاوية وبعدين لما هو مثلا يمنتجه ويدور الصورة الحلوة ويطلعها طيب شريف يعني هذا بس أجهل هذا السؤال من واقع يعني حياة نحن نعيشها لما نروح لمطعم معين أو لعزيمة معينة ممكن أسوأ شيء لما تكون صديقتنا مصورة تأخذ ساعات طويلة ويبون الأكل ويبرد الأكل والأعزيمة ممكن في بعض الأحيان نحن نرفز لحد هي ما تشوف الصورة المناسبة لها وتعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي شريف أيضا من هذا النوع وتواجهين هذه الصعوبات لا أنا أعجب صعوبات مع صديقاتي شريفة تعيص أريلنا يعني أنت أفضل وحدة عندك سرعة تبديها ما تتأخرين ولا تترين لا أنا أعجب صعوبات كنت أرى برامج الأتد كثيرها صح لكن أنا ضد البرامج لأنه يحاول أن يرى الصورة يحاول أن لا يستطيع أن يرى طبيعتها لا يرى معدل فيها لأن هناك أشخاص يتعدل في الصور بعد ذلك عندما يذهب إلى المكان يصدمون في الشيء أن الشيء ليس نفس ما رأيناه في الصورة كيف نتعرف وكيف نتأكد أن هذه الصورة متعدل عليها أو لا ترى المصورين معظمهم يعرفون بالتعديل بالذات يعرفون من ناحية الإضاءة والفلاتر لأن الفلاتر صعب تلاقيها نص الفلاتر الموجودة صعب تلاقيها جدا في المصور يعني صعب يطلعها في الكاميرا يعني فيه كاميرات مختصة أكيد بس صعب عندها كاميرا عادية يطلع دقة الفلاتر فأول ما تروني الشيء جدا دقيق ومركز وشيء عارفين من الصورة هاي معدن نعم وأيضا تحتاج إلى عمليات تطوير واكتشاف لمثل هذه خاصة التقنيات الحديثة مثل ما ذكرتي في الفلتر في أيضا التأثيرات الموجودة فلو نتحدث أيضا عن شريفة وتطويرها لداتها يعني يجب أن يكون هذا الشخص أيضا متعمق في الهواتف المتحركة بما أنك أيضا أنت متخصصة لربما في الهواتف المتحركة أو أكثر من التصوير بالكاميرا الاحترافية نعم دائما تطلعين دائما لتشتجارب أيضا من ناحية هذه الأمور شيء أنا قد ما أقدر أحاول شوي في التكنولوجيا أتعمق يعني أنا صغيرة يعني أنا صغيرة يعني أنا عمري تقريبا من 10 سنة متعمقة وائد في التكنولوجيا فالموضوع التصوير لا يحقق بصعوبة لأنني كنت عارفة يعني عارفة خلاص التلفون عارفة الكاميرا شو زواياها عارفة شيء يعني عارفة الأساسيات جميل بس ولا مرة فكرت أن أصور غير فترة كورونا أنك كانت صور التي أخذها حطها في التكنولوجيا يعني ما ندقق في الصورة وشوف الزوايا وشوف الإضاءة ما فكرت إلا فترة كورونا هي فترة كورونا هي فترة كورونا ترجمة لو ظروات تركيب ambiental ثم أنه قد أصبح يمر نستخدم ليس بهذا تركيب قم بالصور الذي تختلف عن التصوير الفيديو صحيح أنت ما أنت خصصةً بس في الصور الفتوغرافية ألا فيديو بعد حالياприديوهات كان أخذ فيها دورات أعني أحاول أن أطور نفسي بفيديوهات لأن فيديوهات تصوير تصوير التصوير بط secrets صورة واحدة من كذogle وبتعجبك لكن هذه الفيديوهات مضطرة أن تقوم بها تعديل من ناحية الصوت من ناحية الإضاءة من ناحية الزاوية التي تأخذين منها الشخص ويمكن أن تأخذينه الشخص من كذا زاوية نفس القنوات التلفزيونية يأخذون الشخص من كذا زاوية صحيح فشوي بالفيديوهات تجد الصعوبة للمصور أكثر من الصور الهدوء وغيره نعم بعد الهدوء في المكان فدائما المصورين تلاقين لطالعين على الساحة حاليا يصورون صور ثاب تنادر ولا تلاقين حد يصور فيديوهات بطريقة محترفة جدا نعم شريفة هل تعتقدين أن الكاميرا الاحترافية تلعب أيضا دور بجمالية هذه الصورة؟ يعني لو استخدمت شريفة الكاميرا الاحترافية واستغنت عن كاميراة الهاتف المتحرك ممكن تكون الصور أجمل؟ أكيد شوفي بقلت الصور التلفون مهما كانت العدسة أوكي لا تقدر تطلع لت نفس الكاميرا لأن الكاميرا مختصة في هذا الشيء و لماذا أنت تخصص صعية بالهاتف المتحرك؟ أنا أول ما بديت بديت بالهاتف لكن الآن من أربع شهور تقريبا عندي كاميرتي الخاصة أصبحت محترفة أول ما بديت كنت بالتلفون كنت عشان أخذ زاوية أخذ تلفون ماما لأنه كان متضور أكثر عني كنت أخذها أصور من كذا زاوية أتشوف الزواية أقول ليش الإضاءة من تلفوني غير عن إضاءة في تلفونها فأنت كيف قمت أدقق في الصور أكثر في الفترة هذه وفرقت معك؟ أكيد فرقت ما يمنع طبعا استخدام الهاتف اليوم أصبح سهل ويكون فيه كاميرات متخصصة الهاتف سهل بالنسبة للناس اللي لا يتخصصون في الموضوع أنت ذكرت كلمة الوالدة أعتقد شجعتك على التصوير أكيد أمي من أكثر الناس اللي يشجعوني في كل شيء يسوي تحية لها اليوم حتى أصبحت شريفة من المبدعين في هذا المجال طيبا بعد الكاميرا الاحترافية أحببتي أيضا لأن مثل ما نلاحظه حتى لأن الصديف في برنامج صباح الشرقية نرى مصورين دائما يبدلون كاميراتهم يبدلون أيضا المعدات الخاصة العدسات الخاصة أنت معا أمضد يعني مثل ما ذكرت واللي لاحظنا أن شريفة تعتمد على الزاوية ممكن الزاوية أو حتى الفكرة الإبداعية للتصوير تغنيها عن جميع هذه الأمور فشريفة كيف مع المعدات؟ فيه عدسات للتصوير تكون لما مثلا تزوين فيها زوم تكون أحسن فيه كاميرات لأنها تستعديلها البسيط للعدسة تكون لا مولي هنا لكننا لازم تغيرين العدسة بس أنا ضد المصورين المبتدئين يشترون كذا عدسة يدخلون المجال وبقوة يدخلون غلط لأن تدرين أول شيء أصراف مال مش طبيعي في العدسات والكاميرات فأنا ضد الفكرة فأول شيء لما تتمكنين تماما من الكاميرا و كدها أشتري كذا عدسة لأن تعرفين لضاءة وين تعرفين كيف تقسمين الكاميرا تعرفين كيف تقسمين اللضاءة في المكان الذي قاعد فيه فأنا ضد فكرة أن من أول مرة يعني توني مصورة فوتوغرافر إديدة أشتري وائد عدسات واشتري كذا كاميرا واشتري صح يعني ضد الفكرة أول شيء أنا نصيحتي حق كل الفوتوغرافر اللي يداد أول شيء أبدو في التلفون أبدو تعرفون تعادلون الصور أبدو تعرفون تعادلون اللضاءة بعدين شوية شوية صوركم تستيعوا على الطبيعة أصلا بدون أي تعديل بتكون أحسن طيب ما هي المعدات الأساسية وخاصة مثل ما ذكرتي للمبتدئين التي يجب أن تكون معهم أول شيء يجب يعرف كيف يقسم التلفون إذا هو يصور في التلفون قسم الصورة بالنسبة للهاتف المتحرك لازم يعرف أن يقسم الأشياء في كل مكان يعني ما يصير أن تتقسمين المربعات وبعدين مكان فاضي تماماً لا يوجد شيء والأشياء كلها متجمعة في مكان واحد في زاوية واحدة في زاوية واحدة لا يستيب لازم تحاولين قد ما تقدرين تجعلين في كل مكان شيء بسيط بالنسبة للكاميرا الناس الذين يحترفون التصوير في التلفون مع التطور والتصوير كذا كذا مرة كذا مرة بيضبطون الموضوع لأن أول شيء يبدو في التلفون لا تشترون كاميرا بالمبلغ الفلاني وإن تلحبون أن تعرفون نفساً أساسيات التصوير صحيح يمكن الحديث عن مجال التصوير سواء كانوا بالهاتف أو الكاميرات عالم ويمكن يبالى أيضاً ساعات طويلة نتحدث عنها ودورات أكيد في ورش كثيرة تتحدث عن هذا المجال نتحدث عن الموهبة الثانية الموهبة الكتابة وموهبة القليلة التي يمتلكها موهبة الكتابة هذه كيف بدأت هذه الموهبة ومع ماذا نميتها هذه الموهبة الكتابة أنا أول ما بدأت الكتابة أول واحدة شافت موهبتي قلت لي أنديك موهبة ربيعتي مريم شافتني كنت تونف الإعدادية فكنت أمسك كتابها أكتب كلام وراء فتقول لي خلاص أنا أذكر في الكتاب وأقول حاجة أنه صبري جاء أكتب 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 أنا قلت لي ليش ما تكتبين الكتاب بعدين قلت لها ما أتوقع أنه عندي الموهبة كنت ما أتوقع في نفسي واجه في موضوع الكتاب لأنه أتشوف كنت أقرأ للنقويني كاتبي طالي نعم فكنت لما أقرأ له كنت أتشوف أنه موهبة شيء كبير فأنا أقول لا مستحيل أي أنه نفسه أنه مثلا أكتب نفسه لين ما دخلت مركز سجايا الشارقة أول ما دخلتها لأ شوي شوي قمت أكتب لأ شوي شوي قمت حتى الكلام اللي أكتبها خلي ربيعاتي قرونة عادي ما أضايج الصور الكوفيات وشي تعرفين هي يكتبون عليها كلام قبل كنت أخذها من تويتر الآن لا أكتبها بروحي أهلف الكلام بروحي جميل وأنت الآن بصدد أيضا أصدار أصدار في الثاني من نوفمبر إن شاء الله في أول يوم من افتتاح معرض الشرقة الدولية للكتاب نتحدث أيضا عن هذا الأصدار ودعم أيضا إمارة الشرقة للكتاب وخاصة صغار السن والطاقات الشابة لما بديت أكتب كتابي هالة بين صدر كان قبلها كأننا أنا وربيعتي كاتبين كتاب وفزنا فيه في المركز الثاني ما شاء الله بعدها قالت حقي أنا رفزت فكرة أن أطور الكتاب بروحي وأصدرها لأنني أخذ حقيها تشي فقلت حقي أنا أكتب كتاب ثاني و أصدرها في معرض الكتاب فكل أحد قال لي ما عندك وقت ما تقدرين لين ما كان عندي تطوع في مكتبة خرفكان ففي شاب يانا قال قصته فأنا أسمعه قلت حقي ممكن بعد أنك أكتب القصة قال حقي بعدي عن الأثاني عندما تكتبين القصة فبعد تماما عن الأثاني هي قضية يعني؟ أكيد مشكلة هي مشكلة العادات والتقاليد في بعض اللماكن يعني حاليا الحمد لله المجتمع صار أوعى صار متفتح أكثر عكس أن الأبهات والأمهات قبل أنها كانت تعقليتها مع السنة محدودة في أشياء محدودة فهي تناقش هذه القضية فأنا قلت له ممكن أن أكتب القصة قال حقي ممكن بس بعدي عن الأثاني قلت له تمام بداية أكتب القصة و بداية أتعمق في القضية اكتشفت أنه ليس بهو بس لأنه عندها القضية اكتشفت أنه حتى للقضية ممكن توصل أول شيء للبنات بعيد لشيء قضية رأي عامة و رأي نفسي قضية رأي عام فقلت ليش ما أصدرها كتاب يعني يكون أول كتاب ليه هو قضية تناقش تناقش مجتمعنا شيء موجود فرحت وديت كتابي أول ما خلصت تقريبا أنا خلصت من سبوء الحين يعني هي من الفترة وديت لإدار النشر القهوة للنشر وديت حقهم و قلت لهم أنا بطبعة لكتاب و كنت خايفة و كتابة لأنه ما كنت بطبعة كبيرة كنت بطبعة عدد محدود فبعدين رحبوا في الفكرة أشتغلوا على صراحة أشتغلوا وايد معي على الغلاف أشتغلوا معي على الاسم بعد فكذا ما الاسم؟ إلى متى إلى متى كميل يعني كان قصدي بالاسم أن إلى متى بتمها القضية يعني للمتى أنه لا في حد يوقف القضية عند حدها يعني خلاص أنه لازم لها حد القضية طيب شريفة أيضا هذه القضايا تحتاج إلى جهات ممكن أيضا تكون مساعدة يعني قضية رأي عام مشكلة استشارات من أمامكم معين و من ناس أيضا مختصين لوضع بعض الحلول صحي فلو نتحدث هل هناك كان فيه تعاون كان هناك فيه يعني أيضا معرفة أسباب هذه القضية و وضع الحل لها شوفي هي القضية أسبابها العقليات المحدودة في المجتمع يعني أنه هذا يعني ما يخلون الطفل أو مثلا الشاب يكون له حرية الاختيار في كل شيء يعني فيه لي عمر محدد الشاب ليه حرية الاختيار في مستقبله في الكرير والحياته لكن هناك ناس يحكمونك بزاوية معينة في حياتك نعم فأنا قد ما أقدر بحثت في القضية في جوجل سألت عنها كان هناك قضية نفسها في دار القضاء أن تشفتها لكن لم تكن في الإمارات فتابعت القضية من أولها حاولت قد ما أقدر أوصل للناس الذين رفعوا هذه القضية لكن لم أقدر تصراها فتابعت القضية في اليوتيوب قرأت عنها في جوجل كان جهد ذاتي يمكن أن تتواصل اليوم شريف أيضاً مع استشاريين من هذا النوع مختصين في جوانب اجتماعية كان ممكن يفيدونك أيضاً أو ممكن تواصلتي اللي كان يفيدني صراحتاً فأين نقطة أنا من النوع اللي ما يستحيط بصولتي كان اللي يساعدني أبوي صراحتاً تماماً أكيد هي تجارب أكيد مميزة واليوم إن شاء الله أنت بهذا العمر راح تكتسبين كثير من الخبرات يعني من خلال كتابة وأساسياتها في صعوبات أكيد راح تواجهنا وواجهتيها وراح تواجهنا وإن شاء الله نشوف الكتاب هذا إلى متى عنوان مميز يعني للعنوان إن شاء الله نشوفه وإن شاء الله نحص النصخ أننا نحن بعد إن شاء الله بنصديفة شريفة إن شاء الله عند الضار الكتاب عندها موهبة ثانية أو ثالثة بعد شريفة اللي هو الألقاء الألقاء حدثين عن الألقاء شريفة الألقاء كان أول مرة كنت شاهدت كانت في سجاء خرفكان كانت أستاذة ياسمين قالت حقيقا شافتني قاعد أتكلم كان عندي نص المفروض أعدل فيه فشافتني فيه غرفة يعني للمسرح خاصة في المسرح نعم فالغرفة كانت فاضية فأنا قاعد أقول النص عالي عشان أعرف شو يتعدل فيه شو لا فشافتني سمعتني قالت حقي لش ما ترقين شعر قلت حقها لا أخاف ما عندي التون المعين للشعر و ما عندي قالت حقي لا تعايد بدربج صراحة تعبت إياي لأما طلعت التون ما لي تعبت إياي جدا نعم و أنت أيضا كاتبة أشعار و هذا دور مراكز الطفل والناشئة و سجاية فتيات الشرقة في إمارة الشرقة أنهي تحتضن و تكشف ميول و طاقات و أيضا مواهب المنتسبين إليها في الأخير المبدع شريف الحمادي كل الشكر لك و شكرا على تواجدك اليوم في برنامج صباح الشرقية و نتمنى لك المزيد من التوفيق سواء كان في المجال الكتابي مجال الإلقاء و أيضا مجال التصوير شكرا شكرا شريف شكرا شرفت فيكم جدا إذا مشاهدينا هناك الكثير من محبي الشاي بتعدد أشكاله و أنواعه و قد افتتح الشاب محمد راشد الحمادي مشروعه لعشاق الشاي على ضفاف بحيرة كلباء و لتفصيلات أكثر نتابع التقرير و لنعوده يعد الشاي أحد المشروبات الأكثر انتشارا في العالم و هو من المشروبات الشعبية و المستهلكة التي يفضلها كثير من الناس بدأت زراعته في الصين ثم انتشر في جميع أنحاء العالم و يعود سبب اختلاف نكهة الشاي و تنوعها إلى مكان حصاد الأوراق و طريقة زراعتها و معالجتها أنا اخترت هالمشروع لأنه الشاي له شعبية كبيرة بين الناس و أنا من مذوقين الشاي فإذا أنت تحب الشاي بتقدر تبدع فيه و نحن نقدم الشاي بعدة نكهات مثل الشاي الأحمر و عنا الشاي المعطر و المخدر و السنغيني و عنا الشاي الكرك بعد هذا لازم يكون موجود و عنا الشاي الأخضر و عنا الشاي الملون و لأن الشاي ناسب كل وقات اليوم حبينا نقدم وجبات خفيفة و هي الشاي مثل الكروسون و بعض الحلويات و عنا وجبة اسمها المسكة هي عبارة عن توست و هي جبن جبن و بيض جبن و تيبس فهذه اللي تميزنا فيها مشروع الشاق الشاي مشروع شبابي يقدم أنواع الشاي المختلفة و وسط أجواء جميلة في درة الساحل الشرقي حيث توافر المذاق اللذيذ و المناظر الجميلة ولأني حبيت أني أتميز في مشروعي فحبيت أني أسوي شيء يكون خاص فينا فخلط نوعين شاي عسب نطراع و بنكهة حلوة نحن نقدم الشاي في عدة طرق مثلاً الشاي المقلوب والشاي اللي يكون نص نص والشاي في الأكواب الورقية باللضافة إلى جملة بسيطة عن مدينة كلباء لأني من عشاق كلباء تتعدد فوائد الشاي فهو مشروب مضاد للأكسدة ويعزز صحة القلب ويحسن من صحة الجهاز الهضمي إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى أكيد يعني محبي الشاي وأنواع الشاي فهذا التقريب كان مميز بالنسبة لهم وأيضاً مشروع مميز للشاب محمد على ضفاف هنا البحيرة في مدينة كلباء لعشاق الشاب يمكن أن يزيرون هذا المشروع المميز وتذوقها طبعاً يمكن أغلب الناس اليوم عاشاً يدوقون القهوة صحيح وأنواعها لكن الشاي اليوم أصبح لها أنواع أيضاً على الفكرة ممكن هذه أيضاً مشاريع نادرة في المنطقة الشرقية بحيث أنه ممكن أيضاً تلقى صداها بحيث أننا مثل ما ذكرت أن القهاوي موجودة عندنا في المنطقة الشرقية وبكثرة لكن ممكن مشاريع الشاي مقتصرة على مشروع أو مشروعين فممكن أيضاً إذا كان هناك في محل يتخصص في الشاي بحيث أنه يأتي من أماكن معينة يكون متخصص أيضاً بطريقة إعداد معينة فأيضاً سيلقى أيضاً هذا المحل صدا ونتمنى له المزيد من التوفيق وإلى موضوع آخر تعد المخمرية أحدى المستحضرات المعطرة التي تستخدمها النساء للتزين وزميلتنا عاشة طنيجي مجهزة لنا فقرة مع الوالدة الشيخة علاي لطريقة صناعة المخمرية نتابع وننعودة حياكم الله ومشاهدين الكرام هناك الكثير من الحرف التراثية الإماراتية الجميلة التي أبدعت أمهاتنا بصناعتها لكن اليوم فقرتنا متميزة راح نتعرف معاكم عن صناعة المخمرية يسعدني أن تكون معايا الوالدة شيخة علاي حياة الله معانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا الله بقناة الشرقية ومن كلباء الله يعطيكم العافية والصحة يا رب العالمين حاضرين حبيبتا حاضرين بالذي تبوه بنسوي إن شاء الله أمي في البداية حابين نتعرف عن صناعة المخمرية صناعة المخمرية من الزعفران من المسك من العطر العطرات الزين يعني هذا زعفران النعيم هاي زعفران النعيم الحين أنا بأسوي قدامكم وشوفهم مها هاي هاي زعفران نعيم يعني بنحطه مقدار قفشة ونص وهذا الصندل النعيم ها أحط شوية صندل شفتي هيا وبحطي من الزعفران الأصلي لو ما أدقه عادي أحطي كذا حبوب يعني بذوب أقرب ها شفتي يعني بخض منه أسمع علاقة هاي ما شاء الله من الزعفران الأصلي وبحطي دولة شي مطري أصلي الأزين يعني دولة هاي ها على حسب الكمية اللي نحن بنسويها على حسب الكمية اللي بنسويها نحن على حسب الكمية بحطي زعفران هاي اسمه هاي دهن العود دهن العود دهن العود يعني الأصلي هاي ما أي عطر زعفران هاي دهن العود دهن العود ها شفتي ها بحطي باعي زعفران الأصلها زعفران الزين لازم تبع عطورات زينة هاي ما شاء الله إذا طلعت المخمرية عطوراتها ما حلوة تخترف لازم عطورات الزين الزعفران الزين اللي بخضه من المح بسوي بعد الحين بحطي شوية مسك شفتي هاي 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 مسك هاي ما شاء الله شوية مسك بصب من العطر الزين شوية دمه ها شوية من العطر احطي العطر بعها هاي المسك هاي عطر مسك هاي 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 لازم زين يعني أصلي إذا ما حطيت فيها المخمرية شيء زين يعني ما تستوي لازم زعفران الزين دهن العود المسك الصندل يعني هاي يروحوا علاج عبارة للراس لأن الحرمة يعني تتعطر تروح مكان زينة ومتى كانوا الحريم يحطوا خاله يحطوها أيام العياد أيام العرس عندهم أو عزيمة مع زومين مكان يعني يتعطروا من الحرمة تتعطر تحطي براسة تحطي جسمها المخمرية لازم نحطيه من كل نوع من العطورات الزينة باردة مال حارة يعني يحرق راسها يحرق جسمها لازم تكون باردة لازم باردة العطورات الزينة اللي باردة ماشاء أقبا ما خلطناها وذهبناها حطيناها بمكان يعني ما يجيها هوا لولين لولين يجونا يبحثوا لها يفرو يدفنوها يدفنوها هاي لين شهر ونص أربعين يوم ننت تخم الحين نحطيها بالقبعة تدخل كبر المهم أن يكون مصان مسكرة لشهر شهر ونص مسكرة بعدين نفتحها ونحطيها يعني بغا أننا نتخضى فيها احنا نبيع منها تترزق منها الحرمة باع عادي صح بيع منها على أهل هرة باعها يعني يشترو خالوا ما شاء الله الأدوات هذي كلها متواجدة عند العطار هي متواجدة عند العطار واللي سافر الهند باع يشتري له العود نيب الزعفران نيب يوم واحد يسافر صار وصار بيعول وصار صار يعني موجود لك الأوليين مساكن يشتروه من العطار وهاي مساوتن هنا قبل شفي هاي مساوتنها قبل الحين عاليش عطيني خالوا اللي يستويها الحين حلا نشوف الجاهزة وهاي الجاهزة هي ماشاء الله هاي الجاهزة قبل مساوتن هنا شفتي وهاي حيني شفي يوم تخليها هي تحمر وتحمر حتى خالوا ما شاء الله ريحتها خنينة جميلة هي والطيب طيبة زياد يعني عقب شهر شهر ونص مخمرة الطيبة كثر هي ماشاء الله هي إذن الوالدة شيخها علاي شكرا لتوجدت معانا اليوم شكرا على هذه المعلومات الجميلة عن هذه الصناعة الله يخليكم الله يخليكم مطول الله بعماركم إن شاء الله تقرير تقرير جميل قدمت لنا زميلة عاشد طنيجي وصناعة المخمرية وانواعها مع الوالدة أيضا لنشكرها شيخ علي نعم وقبل الختام مشاهدين أحب أذكركم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج صباح الشرقي وأيضا القنوات التابعة لها الشرقة للإذاعة والتلفزيون عبر تطبيق مرايا ما عليكم إلا أنكم تحملون التطبيق المجاني اللي هو مرايا أو توقومون بمسح الرمز الواضح الآن أسفل الشاشة وتستمتعون بجميع الحلقات المعروضة سواء كانت المباشرة أو حتى التسجيلية إذا مشاهدين إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نلقاكم في حلقة قادمة بموضوعات مختلفة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي عائش الأنصاري وتحية زميلي خالد الضابط ومع السلامة مع السلامة